بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وام اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني وكمان مرة وحشتوني يلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة الروتين مسائل كده هنزبط مع بعض الدنيا المياه كتعندي ضعيفة قوي فبصراحة غسلت الطبقين اللي انتو شايفينهم محتوتين على السجادة بتاعت التنشيف ديت وسبت بقى الموعين ما قدرتش اكمل بصراحة مايكت ضعيفة جدا 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 وقلبي لا يتحمل بصراحة فقلت لأ اسيبها شوية يمكن تشده وبالفعل بعدها بنص ساعة لقيت المياه شدت وباقت كويس رحت قلت بقى سولكم احنا بنخس الموعين وكمان نتنشط ويبق الروتين بتاعنا النهاردة دوت يبقى فيه طاقة ايجابية كده وكمان فيه شوية تحفيز للناس اللي هي بتحب غسل الموعين وكده لو انت بقى اول مرة تتفرج عليها ما تنسيش تحط اشتراك وتفعالي الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات وطبعا ما تنسيش اللايك بتاعك هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ على طول في غسل الموعين ده انا غسلت الموعين وخلصتها وانا لسه بقول المقدمة مش معقولة كده يا هيب لا 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 لسه هنكمل لسه 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 زبري بس ل معانا حلل ومعانا اطباق ومعانا كبيات ومعانا حاجات كتير قوي بدأت اللي انا اخسل كده الكبياء الاطباق وبعد كده شطفتها زي ما انت شايفها وانا بشطفها جبت الحلة بتاعت الملوخية دي حطتها في الحوت كده عشان خاطر تبوش معايا من المية اللي هتنزل من اه الشتيف بتاعت الاطباق فهم قصدي وبالفعل غسلتها زي ما انت شايفة كده بسرعة 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 والدنيا بقت عندنا تمام عاودي نفسك كده على طول بس ساعت والله الواحد بي بس بين عنك اللي انت تعبانة المية بتعملها معانا والكلام ده وكده فطول ما انت قدك في الحاجة صدقين بتبقى الحاجة سهلة وسريعة وما بتكسلش عنها خالص بس كده خلاص بدأت اللي انا اخسل بقى الحلل انا خلصت الاطباق كلها فضلت بس الكبيات اللي انتوا شايفينها دي ويبقى كده الموعين عندي تمام عايز اقول لكم لانا لسه عايز امسح الارضية وعايز ازبط كده شوية حاجات برضو في المطبخ بس ان شاء الله هنعملها مع بعض حبيبة قلبي بقى اللي سألتني يا هبة نوع البقسمات اللي انت بتستخدميه للبني او للبوفتيك نوعه ايه هو النوع بتاعه اسمه ريتش باك روحي اي سوبر ماركت ولله عايزة بقسمات اللي هو ريتش باك هتلاقيه تقريبا الكيس اللي هو الربع كيلو بستة جنيه والكيس الكبير اللي هو نص كيلو بحداشر جنيه او بعشرة ونص حاجة زي كده ان شاء الله هورهولك الفيديو اللي جاي او اللي بعديه معلش انا اتأخرت عليك في الرد لكن معلش حقك علي غزب يعني اما بقى الناس كتير اوي اللي سألتني في الكومنتات يا هبة العلبة بتاعت الصابون اللي انت بتحط فيها ديت جايباها منين سعرها كام بصوا هي سعرها عشرين جنيه اما جايباها منين انا كان في عربية في الحلمية اه عربية كده مش عارفة هوصفها لكم ازاي هي عجلة ومتركب فيها عربية فالراجل كان بيحاطت فيها اه حاجات بلاستيك فانا وقفته كان ماشي كده وقفته وقلت هشتري منه اي حاجة فلاقيتها فاشتريتها بس المرة اللي بعضيها انا لما نزلت رحت ضرب سعادة اللي هي في جامعة البنات المكان اللي بيبيع في البلاستيكات يا جامعة لقيتها بتتبعها هناك تقريبا باثنين وعشرين جنيه حاجة زي كده بص دلوقتي هعمل ايه بقى جبت معايا السلكة دي كده طبعا انتو عارفين اللي انا مشترية الباكت كله بتاع السلكة كله عندي في البيت بزراحة وموفر لي كتير اوي موفر لي كتير اوي 12 واحدة بعشرين جنيه عايز اقولك انا كنت بجيب الوحدة الوحدة ديها باربعة جنيه فانت لما تجيب الباكت كله صدقينها هيقعد عندك كتير اوي الرشيت بقى على البتاجاز كده ساترس دوت وبدأت بقى اللي انا اعمله بالسلكة طبعا واقع على البتاجاز بلاوي مطرح الاكل والكلام دوت كده والقهوة فارت مني اختي البتاجازة حس بقى اللي ايه لأ فعلا هو محتاج اللي هو يتغسل مش بامسحه كده وخلص لا 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 محتاج الجبعة بس النتيجة بتبقى مبسوطة بيها يعني النتيجة مبسوطة بيها طبعا اللي سألوني كتير البتاجاز بتاعك نوعه ايه اه نوعه اديال بس ما نصحش حد اللي هو يجيبه خالص لان كزا حد بيقول لي هيب عايزيني جيب بتاجاز زي بتاعت لا يا حبيبتي في بتاجازات تانية كتير قوي واهم حاجة تروح تتفرجي على البتاجاز وتشوف المركب بتاعته وتشوف اللي استلس بتاعه لان اللي استلس مش حلو وفيه امكانيات بقى دلوقتي نزلة جديدة غير الامكانيات اللي عندي في البتاجاز يعني الام وبرده لما تسجي تجيب بتاجاز حاول تجيب البتاجاز بتاعك يكون فيه مروحة في الفرن وكمان الزرار بتاع الفرن خلاف الزرار بتاع الشوية ما يبقوش الاتنين مع بعض في زرار واحد لو الاتنين مع بعض في زرار واحد هتجي تولع الفرن وعايز تولع الشوية لازم تدفل فرن الاول وبعد كده تشغل الشوية فهم قصدي؟ اكيد فاهماني بصوا كده خلاص جت بقى منزيل وبدأت بقى اللي انا لما لان المنزيل هو اللي بيخلي الدنيا نظيفه في الاخر هو اللي بصراحة هو اللي بيدي الطاطش او فوتك كون نشفة تماما مفاش نقطة مية خالص هي اللي هتديك الطاطش وهتديك ايه الا معان اللي انت شايفه دوت كده خلاص خلصت البتاجاز معايا بدأت بقى اللي انا احط عليه الحوامل بتاعته وكده الدنيا عندي تمام والحمد لله فاضل ايه بقى فاضل الحود عندي متدمر بقى لي كتير قوي ما غسلتش الحود بتاعي بخسله يوميا بس الغسلة اللي هي العميقة اللي انت تخسلي بيها الحود ديت وتخلين ديفه زي الفل لا بقى لي كده حوالي اربع خمس ايام كده مقصرة في حقه شويتين ثلاثة فخلاص بقى ما ينفعش لانا اقصر في حقك اكتر من كده حقك علي يا حبيبي بص كده خلاص بدأت بقى لان ايه امسح الرخامة والمي كل حاجة من على الرخامة وزبطها طبعا اللي زبونشة بتاعت الاطباق واللزبونشة بتاعت الكوباية دي الوحدية ودي الوحدية بتاعت الاطباق بقى خلاص يعني جابت اخيرها معي فرامتها بصراحة وهنفتح بقى واحدة جديدة اما بتاعت الكوبايات لسه كده حالتها الصحية لسه بخير يعني لسه هتعد معانا شوية كمان كده خلاص هبدأ اعمل ايه بقى هبدأ اللي انا ارش بقى على الحود تاعي اللي هو سترس ما عندي كسة رس ممكن تحط شوية تخليه شوية اي سائل موعين انت بتخسليه في بخخة وتبدأ اللي انت ترش كده على الحود في بودرة بتتباع للحود بس انا بصراحة عمري ما جربتها يعني انا السلكة وشوية الصابون فبيعملوا معايا مفاول غير طبيعي اما المرات دي قلت اتجرب كده بالسترس اشوف الدنيا سمعيني وانا بكح يا جماعة معرفش ايه اللي حصل كده هو فعلا ريحته بتبقى مش حلوة خلص لما بترش كمية كبيرة وبتبقى قريبة من نفسك قريب منه فالموضوع بيختلف فانا بنصح اي حد عنده حساسية نصيحة مني ما تجيبهوش ولا هو ولا الباور بصوا كده خلص بدأت بقى اللي انا اخسل بقى الحود بتاعي بالسلكة بخسله بقى كويس جدا وبضغط جامد على السلكة وانا بخسله عشان ينضف معايا ويبقى زي الفل بصوا كده بحاول اللي انا اجيبي الزوايا اللي هي ما بتطلهاش السلكة بحرف السلكة كده بدوس عليها بازباقي وبتطلع معايا كده خلاص الحود بقى معايا حاسة كده اللي هو خلاص نضف وبقى زي الفل طبعا المصفاية ديت استقلت عليها برضو كتير يا هيبه جايبه الصفاية ديت منين او بتتبع فين لا هي جاية مع الحود يعني هي جاية كلها كده مع الحود حتى واحدة مش مش ريها ولا اي حاجة بص كده بقى الحود بقى نضف وزي الفل بجد انا حاسة كده براحة غير طبيعية بجد لما بتلاقي الحاجة قدامك نضيفة صدقيني الموضوع بيختلف تماما حاجة كده قدامك انت اللي بنضفوها الحاجة بتضحك قدامك غير لما بتبقى كئيبة كده ومكشرة ومسلا عليها طراب او فيها دهون او حاجة بهتانة لأ لما بتنضف الحاجة صدقيني والله بتضحك الحد بيضحك صح ولا لأ صح يلا بينا بقى نخرج برا ونشوف هنعمل ايه النسا موكة بقى حبة اللي هي تمسى عليكم النهاردة وصرح لها شعرها معاكم وهتعمل لكم بقى هتكلمكم شوية وتعمل لكم باي باي وكده يعني لاني اتسألت عليها كتير هي بقى كويسة الحمد لله بس خصة قوي حتى انتوا هتلاحظوا على وشه حمتها وكمان عملت لها بقى شعرها زي ما انتوا شايفين كده هي عايزة تعمل قطتين قط طيمين وقطة شمال كده وعايزة تعمل توكا من وراء يعني هي التصريحة النهاردة على مزاجها جابتلي يا بنوتة كده من على اليوتيوب بتعمل فيديوهات قدها وقعدت تشاولي على شعرها عايزة تعمل نفس التصريحة اللي هي عاملها دي فبصراحة طبعا مقدرش الفضلها طلب دي حبيبة قلبي وحبيبة قلبكم انتوا كمان يعني هي بقى كويسة الحمد لله بس لسه المضاد مخلص المضاد لسه فاضله 3 ايام او يومين تقريبا لانه هو بيتاخد كل 24 ساعة لكن الدواء بتاع السخنية الدكتور قال لي العلامة السخنية خلاص وقفت وقفت دواء فهي اعتبر بقى كويسة الحمد لله بس المشكلة اللي هي ملاش نفس في اي حاجة خالص مش عايزة تاكل اي حاجة مهما اعمل لها اكل يعني عايزة اقول لكم اللي هي اخرها معلقتين سواء مثلا الرز او مثلا البطاطس سلقتها لها وحدة صباع واحد بطاطس لو حتى عملت لها سندوتش جبنة هي قطمة واحدة فبصراحة الموضوع دوت مدايقني وانا حاسة اللي هي خاسة اكتر ما هي اصلا خاسة يعني هي اصلا خاسة هي وزنها اصلا الدكتور قال لي وزنها 10 كيلو وليل اوي 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 بالنسبة لسنها هي عندها اربع سنين ف10 كيلو دوت يعتبر حاجة ضعيفة جدا بصوا هي زيقت من الكرسي رحت شلت الكرسي ورحت اعدالي كده في الارض عشان عايزة تعمل بقية شعرة فطوعا اللي تعرف بقى اكلة كده عايزة تكتبها لي في الكومنتات يا ريت تكتبها لي بحاول اللي انا نوع لهم في الاكل شوية لكن برضو يعني هي تحس لها نفسها مسدودة عن الاكل مش طيقة الاكل مش عايزة تاكل عايزة طول الوقت شبسي وبس كويت والحاجات اللي انتوا عارفينها بحاول على قد ما بقدر امنحها عن نوم بس برضو مفيش فايدة يعني بلاهيها بحاجات دانية بحمل الله بطاطس بعمل لها مثلا عصير في البيت بأكلها فاكها اخيرها عايزة اقولك الاخيرها كانت ما شاء الله بتاكل عينب اخيرها ثلاثة عينبات يعني لو حطتهم لها بتاكلهم بالعافية اصلا يعني ببقى قعدة واخدبالي منها هيكلة قد ايه لقيها هم تلاتة يعني بعد محيلة يلا يمك عشان تاكل يلا يا حبيبتي عشان تاكل اما خلاص قلبي وجعني والله العظيم مش عارفة اعمل لها ايه خالص انا مستنية بس الاستشارة تيجي وهوديها للدكتور اقولك تب لها حتى على فاتح شهية كده علشان خاطر الموضوع بقى صعب شويتين ثلاثة بصوا كده خلاص خلصت لها بقى شعرها انا بالنسبالي كده خلص تمام وهصرح لها بقى اللي ورا ويبقى كده خلاص هي بص هي بتتفرج على التلفزيون بتتفرج على البنوتة بتحط روج فهي عمالة تعملي كده على بقى على اساس اللي هي ايه عايزة تحط روج زيها بجد الفيديوهات العاليشة بجنين البنتي بصراحة يعني اما فيه كونو بقى كده غريبة كونو اللي هي بتاعت عبير او عبير والتاني كان اسمه ايه جوزها مش عارفة اسمه ايه كده لو انت فكرك تبهها لك اكيد ولادك بتفرجوا عليها ورقة وطقة وجنة حاجة زي كده ولادها وعمر جوزها اسمه عمر عبير وعمر والزبط شريف اما بقى الفيديوهات دي تجنينتني خلاص بصوا بقى انا في النهاية كنت فكرة بقى كده خلاص هاعمل لها شعرها كده رحت ايه شورتلي بقى على العلبة بتاعت التوك وقالتلي لأ انا عايزة التوكة دي فروحت حطها لها بقى يعني عايزة تعمل تصريح يا جماعة فلازم نحترمها برده طبعا هي شعرها غير شعر منها خالص ما شاء الله شعرها زي شعر يوسف آآ ما شاء الله عليهم بصوا كده خلاص هي بقى تعمل لكم باي باي وهتبسكم وهتعمل لكم بقى ايه عرض ازيق بشعرها تقعد تلف كده وتلف كده عشان توريكم بقى شعرها قد ايه بقى هي زبطته ومبسوطة قوي من التصريحة اللي هي عاملها بس كده ادعو لها بالله عليكم ربنا يشفيها يا رب آآ بصوا ايه عاملها تلف كده وتلف كده عشان توريها لكم بس كده ده كان الروتين بتاعي النهاردة حبيت اشارككم اليوم بتاعي انا عارفة اللي هي حاجة بسيطة بس والله انا ببقى فرحانة لما بعمل فيديوهات آآ بتشجعكم يعني بحبكم في الله يا احلى وقطيب اخوات في الدنيا دي كلها ما تنسيش تحط لايك بتاعك وتدع المكة ربنا يشفيها يا رب الله ومأمين بحبكم في الله يا احلى وقطيب اخوات في الدنيا دي كلها ربنا يسعدك ويسعدني اللهم أمين والسلام عليكم